صباح الخير اصدقائي من قناة ميرو بحيكم. قناة ميرو للمعلومات الطق يارب تكونوا بصحة وخير. النهاردة اصدقائي هنقدم الخوخ. فوائد الخوخ. وهل يصلح لمرض السكر. وهل ينفع للضايت. اضراره ايه? هل له اضرار ولا لا? حاجات كتير هنتكلم عنها في خلال الفيديو ده. الخوخ بيختلف من مكان لمكان. واسمائه بتختلف. بنلاقي مثلا اسمه في الشام بالضراق. وفي بعض البلاد بيسمى بكعب الغزال. والنكترين. وده نوع من انواع الخوخ. وبيبقى البشرة بتاعته او الجلده املس. الخوخ بينتمي للفصيلة الوردية. بتنمو اشجار الخوخ بارتفاع يصل لعشر القمستاشر متر. بتعد من الاشجار النفضية او متساقطة الاوراق. واسمارها بتختلف خصائصها باختلاف البلد المنشأ. يعني بلدها اللي هي نشأة فيها. بينقص الخوخ لتلات مجموعات. خوخ اوروبي. اسياوي. او فاكهة تانية اسمها البرقوق الدوميستيكا. والخوخ الياباني. البرقوق الدامسون. كل دي اصدقائي اسماء للخوخ. بتختلف اشجار الخوخ الياباني عن الاوروبي بامتلاكها لحاء اخشن. وازهار اكتر. ونبتة اقوى. مقاومة اكبر للامراض. اللي هو الخوخ الياباني. اشكال الخوخ والوانه بتتنوع. از بيصل لأكتر من الفين نوع مختلفين. وبتختلف الوان قشرته الخارجية بين الاصفر والاحمر الداكن وساعات البنفسيكي واحيانا الاسود. من جهة الشكل اصدقائي الشكل بيختلف. فساعات بنلاقيه دائري او بيضاوي. ساعات بياخد شكل القلب في بعض الاحيان. ومنه بيتوافر الخوخ المجفخ. ويفضل تناول الفكهة الكاملة مع الاشرة لان فيها فوائد كبيرة جدا. وطبعا الخوخ لو نيجي نشوف استخداماته بيستخدم في تحضير الكعك والفطائر والحلويات والمربع وحاجات كتير. لا حصرة لا. فوائده اصدقائي بيساعد على هضم الطعام. اه ومناسب جدا للقولون لانه غني بالالياف. بيحتوي على اثنين جرام من الالياف. اه الياف غير مزابة واحد جرام. اه وده مفيد للامساك. والياف مزابة واحد جرام برضو. ودي مفيدة للبكتيريا النفعة. قبل ما نستطرد في الفوائد اصدقائي بنجد ان الخوخ غني جدا بالفيتامينات والمعادن. سعرات الحرارية قليلة بتعد او بتقريبا 58 سعر حراري بالمواد الغذائية اللي بيحتوي عليها. اه الالياف بيحتوي على نسبة كبيرة. وبيتامين سي وبيتامين الف. وفيه بوتاسيوم وماغنيسيوم وكالسيوم. لهضم الطعام زي ما قلنا انه هو مفيد جدا للقولون والمعدة لانه بيحتوي علي الياف مزابة مفيدة للبكتيريا النفع. بنجد انه بيقلل الامساك. فيحتوي الخوخ على كمية كبيرة من سكر السوربيتول وهو احد انواع السكر اللي بتعد ملين طبيعي. لذا بيعد الخوخ الطازج والمجفف ايضا من الفكهة اللي بتساعد على تسهيل حركة الامعاء. ويمكن لسمرة المجففة ان تخفف اعراض الامساك وتسهل حركة البراز. من خلال الجهاز الهضمي. نظرا لوجود الكالسيوم. اه بيجد ان هو بيحمي العظام ويحمي من هشاشة العظام. للقلب هو صديق القلب. لوجود الالياف بنسبة كبيرة. بيساعد في تقليل تصلب الشرايين. وبيقلل الكوليسترول وخاصة الضار الالي دي ال. ويمنع الجلطات ويوسع الاوعية الدموية. طبعا نظرا لوجود البوتاسيوم والماغنيسيوم. بيساعد على تقليل الالتهابات. ليه? لانه بيحتوي على مضادات اكسادة. آآ والمضادات الاكسادة بطبيعتها بتقلل من الالتهاب. وبتقلل من تلف الخلايا الناجمة عن الجذور الحرة. الخوخ الطازج والمجفف بيعتبر من الفواكه الغنية قلنا بمضادات الاكسادة من نوع متعدد الفينول. التي تساعد على تقليل خطر الاصابة بامراض القلب بامراض السكري. ومهمة جدا لصحة العظام. ويساعد في تقليل الشعور بالقلق. فيزداد هذا الشعور بانخفاض نتيجة لوجود مضادات الاكساد. ونظرا لذلك ايضا ان الالتهاب بيقل وخاصة التهاب المفاصل. نتيجة لوجود البوليفينولات. البوليفينولات دي اللي هي موجودة في الخوخ المجفف بيقلل من التهاب الموجود في المفاصل وامراض الرأة. للبشرة. للبشرة بيحتوي الخوخ على النسبة عالية من فيتامين جيم او فيتامين سي. وده احد انواع الفيتامينات المهمة الزائبة في المياه. المسؤولة عن تعزيز المناعة. رفع الجهاز المناعي وترميم الخلايا وابطاء عملية الشيخوخة. فيحتوي الخوخ تقريبا على ما يعادل 10% من الكميات الموصي بها من فيتامين سي. فنتيجة لذلك بنجد ان اكل الخوخ يرطب البشرة ويحمي من اشاعة الشمس. نظرا لوجود اصدقاء البوتاسيوم وهو مصدر جيد جدا في الخوخ البوتاسيوم. هو يساعد الجسم على التخلص من السوديوم عن طريق البول. ويقلل من الضغط على جدران الاوعية الدموية. فيساهم طبعا في السيطرة على ضغط الدم. فيخفض ضغط الدم المرتفع. ويقلل من خطر الاصابة بالسكتات. بالنسبة للعظام اصدقائي احنا قلنا قبل كده. لكن اعيدين نقول ان الخوخ المجفف مفيد جدا للعظام. فيحفز ويكون العظام. وكمان انتقال الكالسيوم منها للدم. ويعود ذلك لاحتواء الخوخ المجفف على الفينولات. فيمكن ان يقلل من خسارة العظم. وخاصة لدي النساء في فترة انقطاع الطمس. بالنسبة للسرطان. بنجد ان الخوخ به مضادات اكسادة بالنسبة عالية جدا. زي البوليفينول والكراتيونويد وحمد الكافاييك. دول بيساعدوا على الحماية من او الوقاية. اننا نقي جسمنا من تكاثر الخلايا. ومنحمي جسمنا من السرطان. للعيون. نظرا لاحتواء الخوخ على اللوتين وفيتامين الف والبيتا كاروتين. فهو مفيد جدا لصحة العين. بنجد ان الخوخ مهد للأعصاب. للسكر. بنجد ان للسكر بيقلل مستويات السكر في الدم والدهون السلسية. انه له مؤشر الجلاسيمي منخفض. فده بيعمل على انخفاض مستويات السكر في الدم. غني بالكاربوهايدريت. ولكن ايضا غني بالالياف. فده بيحمي مرضى السكر من ارتفاع السكر. نظرا لا ان الالياف بتعمل على تقليل امتصاص الكاربوهايدريت. يعني بمعنى ان هو برغم ان هو بيحتوي على الكاربوهايدريت. لكن هو وجود الالياف الكمية عالية في الخوخ فيقلل من امتصاص الكاربوهايدريت. فده مفيد لمرضى السكر. وايضا يعمل على تنظيم سكر الدم. ان تناولها كجزء من نظام غذائي صحي يوفر العديد من الفوائد. ولذلك ينصح بالحصول على كوب ونص يوميا. كوبين من الفواكه يوميا للرجال. بيحتوي على صعرات حرورية قليلة. وانه لا يرفع مستوى السكر. لانه مؤشر الجلاسيمي منخفض. مناسب جدا لنظام غذائي صحي ومتوازن. ويعد مفيد جدا للضعيط ولخسارة الوزن. استهلاك الخوخة المجفف يساعد على تقليل الدهون المتركمة في الانسجة. ونمو البكتيريا النفعة في الامعاء. ويحسن ايض السكر والدهون بالاضافة الى تقليل الالتهاب. فممكن الاستهلاكه بشكل منتظم انه يقلل من خطر الاصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. فيمكن ان يقلل من خطر الاصابة بالسمنة. وطبعا مضاعفتها. نظرا لاحتواء خوخة على الانسوسيانين او حمد الكلوروجينيك. يمتلك خصائص مضادة للسمنة. اذا اصدقائي من السؤال اللي تملي بنقوله هل يصلح لمرضى السكر تناول الخوخ؟ اكيد بيصلح اضرار الخوخ اصدقائي. يوصي باستهلاك الكمية الموصي بيها لتناولها يوميا هو لا يزيد عن اتنين حباية من الخوخ. يعني ما يكترش عن ثلاثة. من اتنين لثلاث حبات من الخوخ يومين. حيث ان المبالغة في تناول الاطعمة وخاصة الخوخ يسبب اثار جانبية بالافراط. ممكن ان هو يزود سعرات تبقى سعرات الحرية زايدة ويزيد من خطر السمنة ويحصل انتفاخات وغازات. ممكن اصدقائي يحصل حساسية يحصل حكة يحصل تورم في الفم او الحلق لبعض الاشخاص. احيانا اصدقائي يجب التنويه لبعض هيئات فاكة الخوخ اللي هي بتقول ان الخوخ المجفف قد تقضى اثناء معالجتها لعمليات من الممكن ان يتم خلالها ادخال مواد معينة زي مادة الكابريتيت الكابريتيت وهي مادة حفظة يتم استخدامها لإطالة عمر المنتج. ودي مادة خاطرة جدا بتسبب ردود فعل تحسوسية يعني تبقى خاطرة على صحة الانسان. ممكن الافراط اصدقائي لأكل الخوخ يحدث لبعض الاشخاص تلبك معوي او اسهال. في يظهر نوبة من اعراض متلازمة القولون العصبي. وده من خلال تشنجات في البطن. اسهال شعور عام بالوهن. كل ده ممكن من افراط في اكل الخوخ. يجب غسل الخوخ اصدقائي جيدا لانه احيانا بيتراش بالمبيدات الحجرية. او مبيدات اللي هي بتتراشف فيه خلال فترة وجوده في الارض الزراعية. فممكن تكون المادة دي او المواد دي مسرطنة. فيجب غسل الخوخ جيد. على النحية الاخرى اصدقائي طبعا بيظهر الخوخ في فترة الصيف. وارتفاع الحرارة ممكن ان هو يخسر واحنا مش 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 عارفين ان هو بيكون خسران. ودي اكتر حاجة ممكن ان تحدس للخوخ. فنجد ان الفاكرة بتخسر بسرعة في الحر. وده بيسبب الامراض ومنها الازال. اصدقائي احنا قلنا ان فيه سكر جوه بيبقى موجود في داخل الصمرة. السكر الموجود ده بيبقى سهل عليه نمو البكتيريا والفطريات. السكر الموجود بالخوخ. لا نكسر من تناول الخوخ. اصدقائي يوصي بتناول الخوخ الطازق او عصيره بدلا من منتجاته التجارية المتاحة والغنية بالمواد الحافظة. يعني نبعد عن مواد الحافظة لان دي خطر. وطبعا دي حاجة نادرة. تجنب تناول الخوخ اللي هو بيحتوي على البزور. البزور دي ممكن حد يكلها اما تكون صغيرة. يجب عدم ابتلاع بزور الخوخ. الاكثار من الخوخ اصدقائي بيسبب المرض النقرس. فالخوخ غني جدا من حمض اليوريك. وهذا المركب قد يحفز على زيادة النقرس في الدم. دي كانت نبزة عن الخوخ. اللي دي معلومات قلناها في خلال الفيديو. ارجو ان الفيديو ده يكون عجبكم. شكرا و الى اللقاء. وتحياتي مع قناة ميرو للمعلومات الطبخ. اصدقائي اللي ما شفش القناة قبل كده. شكرا وتحياتي.